السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم وأو صباحكم طلاب نجيل الفين وخمسين الأستاذ اللي رح يدرسك مادة الحسوب في منصة الثراء التعليمية هو الأستاذ أنس بيلوني ومتعارف علي أنه الأستاذ أنس بيلوني وإيش وإقطع إن شاء الله يا ربي أنه أنا وإياكم نقدر نوصل المادة زي ما بدك إياها وزيادة إن شاء الله بس أنا أكيد اللي بدي أطلبه منك كالتالي أنك أنت أستاذي في حالة أنك وصلك رقم تليفوني لازم مباشرة أنت بعتلي مساج تقول لي أستاذ أنا وصلتني بطاقة التأسيس شو أعمل شو أسوي تمام رح أدلك الآن على الأشياء اللي جاي أحكي فيها إن شاء الله عن الفيديو هسا بكل بساطة رح يكون في عندك فيديوهات تأسيس للمادة بشرح فيها أنا جزء من المادة النظرية وجزء من المادة العملية عشان تقدر من خلالها تعرف فيها طريقة إيش الشرح وكيف أسلوب الأستاذ أنس في الشرح هل أنا فعلا تستحق أنه أنا أجيب بطاقته ولا لا لازم تشوف طريقة الشرح الآن أخواني في حالة أنه عجبك الموضوع وعجبك الشرح وأمورك صارت مية بمية تمام قلت لك تتواصل معي على رقم الموجود عندك هون تمام عشان أنا أبعت لك فيها فيها الملفات البيدي أف اللي أنا بشرح عليه هاي نقطة لأن يسأت أنا رح ألخص لك المادة بطريقة أبسط ما هي موجودة بالكتاب وأبسط ما هي موجودة بالدوسية بس الدوسية إحنا رح نلجأ لها ضروري لسبب معين أنه في بعض الأشياء لازم نشوف فيها رسومات نشوف فيها أشكال فضروري جدا تكون متوفرة بين إيديك الدوسية ونخلص المادة أنا وياك تعرف والله أفضل إشي نخلصها أنا وياك على الصيف بحيث أنك تدخل مادة تدخل المدرسة وأنت خاتف فصل أول حاسوب هل برأيك أنه رح أقطعك؟ لا والله رح يكون في هذا الجروب الواتساب اللي أنت رح تبعت لي عليه وأضيفك عليه إن شاء الله تمام رح أضيفك على الجروب وستدامة في أوراق عمل في حل أسئلة وزارة في أسئلة تميز أنا في عندي أسئلة أحيانا بصراحة يعجز عنها بعض المعلمين في حلها تمام فأنا بدي بإذن الله عز وجل أنا معك إن شاء نوصل لجيل التغيير هذا جيل بإذن الله أنت جيل 2005 رح نغير كل طرق التدريس كلها في أشياء رح نطر نغنيها هنا في أشياء رح نرسمها رسم في أشياء رح نعطيها اختصارات كلمات رح تشوف الفيديوهات أنا بنصحك بنصحك تحضر فيديوهات التأسيس بطريقة مرتبة ولا تنسى أنه رح يكون في فيديو ختامي بختم فيه أنا عادة فيه إيش دوراتي أو بختم فيها الكورس تاعي اللي هو مادة الحاسوب بتاعة الفصل الدراسي الأول فأنا بدي همتكم بعد إذن الله يربي يرضى عنكم بالشير الشير اللي هو عملية نشر عملية نشر مين نشر الأستاذ اللي إيش اللي بدرسك المادي تنشر اسمه بين طلابك بين مدرستك أقسم بالله أنه بيقول لي أنه أنا حكيت قدام كل طلابي عنك وكذا إلا أدعي له دعوة تكون من القلب إن شاء الله وما أقسر معه أبدا فإحنا بدنا بصراحة منصة فراء تصير رقم واحد ورح تصير إن شاء الله على مستوى المملكة ما أبدأ طول عليكم بالحكي يلا نبلش دراسة هاي الفيديوهات اللي جاي فيديوهات تأسيس مرتبة ولا تنسى تدعي لي الله يربي أعطيكم ألف عافية ويسعد لي هالمسى يا رب ترجمة نانسي قنقر